حكومتي بغداد وأكليم شمال العراق كانت الأولى تدعو لطاولة الحوار الصريح لكن الأخيرة تقلل من أهمية الحوار وهذا أدى إلى التصعيد من قبل حكومة بغداد ليس شريفا كل من يداعي بالتزئة والانفصال وهي حقا ليس بمصلحة أي فريق يدعو لهذا النوع من السياسة قوتنا في وحدة العراق وفي نصة الإنسان العراقي وبعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك إقليم الشمال يتراجع عن موقفه ويدعو إلى العودة لطاولة الحوار مرة أخرى لتفكيك الأزمة نتمنى من كل إقليم كردستان ومن الحكومة العراقية خلق واقع تفاهمي يؤدي إلى واقع انسجام يؤدي إلى شراكة في العملية السياسية شراكة حقيقية قلبا وقالبا من أجل إنتاج مشروع وطني من أجل وحدة العراق وعلى يتي حال فإن رئيس مجلس الوزراء حيدر لعبادي شدد على أهمية الحوار القائم على أسس دستورية وكانونية تحفظ وحدة البلاد حسن فالح قناة الرشيد الفضائية بغداد